السلام عليكم أيها الرائعون ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات قناتي هل تعرف تعرفون اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي هو يعد من صفوة اللاعبين في العالم وينتلك خمسة كرات ذهبية ولديه الملايين من المتابعين على موقع انستجرام والكثير من مواقع التواصل الاجتماعي كريستيانو رونالدو يتقاد راتبا أسبوعيا كبير وأيضا يتقاد أموالا من الإعلانات فكما تعلمون هو رجل ثري جدا لذا في هذا الفيديو سنشاهد كيف يقوم كريستيانو رونالدو بإنفاق أمواله ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد ومميز لدينا قبل أن نتحدث عن ثروة رونالدو والنجاح الكبير الذي حققه في مجال كرة القدم وأيضا راتبه الأسبوعي الذي يكفي الكثير من الاحتياجات والأغراض يجب أن نعرف كيف تمكن من الحصول على كل هذه الأموال الطائلة وبالرجوع عندما كان عمره 15 عام تم تشخيص مرض عصاب رونالدو يسبب عدم انتظام دقات القلب والتي منعتهم اللاعب كرة القدم لمدة 6 شهور كاملة يعتبر رونالدو من أكثر اللاعبين إحرازا للأهداف حيث قام بإحراز أكثر من 700 هدف ويليه النجم ميسي والذي اقترب أيضا من 700 هدف وكما حقق رونالدو الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خمس مرات كل هذه الأرقام جعلته واحدا من الصفوة ولذا يتقادر تبو الأسبوعي والذي يصل على 400 ألف يورو أو ما يوازي سنويا 42 مليون يورو ووصل عدد متابع رونالدو على موقع انستجرام إلى أزيد من 180 مليون متابع في حين أن من يليه هي النجمة سيلينيا جوميز والتي وصلت إلى 158 مليون متابع على نفس الموقع تعقد رونالدو مع إحدى شركات للإعلان عن منتجات تجميلية والتي وصل أجره إلى 750 ألف يورو في الإعلان تعقد مع أحدى شركات الرياضية ووصل أجره في عام 2016 إلى 24 مليون يورو مقابل العام الواحد وبطريقة محاصبية وصل خبراء الأموال والمحاسبات المالية إلى أن رونالدو قبل أن يصل إلى سن التقاعد والاعتزال لكرة القدم سيكون لديه حوالي مليار يورو والآن سنعرض لكم أكثر الأشياء الثمينة والمجنونة التي يقوم رونالدو باقتنائها يمتلك كريستيان رونالدو أسطولا من أكثر السيارات الثمينة في العالم ويصل عدد السيارات إلى 20 سيارة وبالإضافة إلى ذلك لديه طائرة صغيرة خاصة به وتصل تكلفتها إلى 19 مليون يورو وتستطيع الحصول على كثير من الصور لهذه الطائرة والتي بيها أكثر من عشر مقاعد أسرية لطاولة مستديرة لقضاء أوقات ممتعة أثناء السفر كما يمتلك رونالدو أكثر من قصر حول العالم فلديه قصر عملاق في العاصمة الإسبانية مدريد يصل ثمنه إلى أكثر من 5 مليون يورو به الكثير من الأثاث وأماكن التدريب الرياضي المخصصة لرونالدو بشكل خاص بالإضافة إلى ذلك يعتبر رونالدو من محبي اقتناء ساعات اليد فقد ظهر رونالدو في أكثر من مؤتمر صحفي يرتدي أنواع فخرة وثمينة جدا من ساعات اليد مثل الروليكس والتي يصل ثمنها إلى 2 مليون يورو وهي مرصعة بالألماس من الداخل ولكن السؤال هنا إلى محبي رونالدو من ترى سيكون النجم القادم في كرة القدم الذي سينال مكانة رونالدو بعد اعتزاله لكرة القدم إذا عجبك الفيديو لا تنسى مشاركته مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي وضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لدعمنا لإنتاج المزيد من الفيديوهات وأيضا ليصلك كل ما هو جديد لدينا وشكرا للمتابعة